بسم الله الرحمن الرحيم نبينا ببعثة سيد الأنام نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم استسليم خير من صلى وصام وخير من طاف بالبيت وصلى خلف المقام واعتكف في شهر الصيام وبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان شهر البركات ورفع الدرجات وتكفير السيئات أيها الإخوة في الله هذه المحاضرة عن فضائل الصوم وأن الله تبارك وتعالى اختص نفسه بثواب الصائمين فقال في الحديث القدسي الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به فهذا دلالة على فضل الصيام وأن الله عز وجل تكفل بجزائه وثواب الصائمين الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإن الله عز وجل يجزي عليه الثواب الجزيل والأجر العظيم وقيل إنه يوم القيامة ينظر في عمل العبد فإذا كان عليه مظالم فإنه يؤخذ من هذه الحسنات أما الصيام فإن الله عز وجل يجزي به الصائم ويرفع عنه كل مظلمة بسبب صيامه ولأن الصيام لا يدخله الرياء ولا يدخله النفاق فهو أمانة بين العبد وبين ربه ولذلك اختص الله عز وجل بأن جعل أجر الصائمين عليه تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به فشهر رمضان شهر الخيرات والبركات كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بدخول هذا الشهر الكريم ويقول أتاكم رمضان شهر مبارك يرفع فيه الله عز وجل الطيب الحسنات ويمحو فيه السيئات أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم هذه الليلة العظيمة التي هي أفضل من عبادة ألف شهر يعني ثلاثة وثمانين عام وثلاثة أشهر هي قدر ألف شهر فكم يصفى للعبد من عمره من شبابه من نومه من أكله من غفلته لكن الله تبارك وتعالى امتن على عباده بهذا الشهر الكريم الذي تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات وفيه هذه الليلة العظيمة التي هي خير من ألف شهر بل قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة هذا فضل الله عز وجل على عباده الصائمين وعلى عباده الصالحين إخوتي في الله شهر رمضان المبارك يمثل جامعة للخير والبر ومدرسة للحلم والصبر ومنارة للإيمان والتقوى وسلما لتآلف الأمة وتعاطفها وتماسكها واتحادها يعطف فيها الغني على الفقير يتواصل الناس فيما بينهم يتراحمون من فطر صائما في هذا الشهر فله مثل أجره لا ينقص من أجره شيئا على تمرة أو على لبن أو على أي طعام فهذا فضل الله تبارك وتعالى شهر رمضان شهر تزكى فيه الأرواح يحدوها الأمل إلى بلاد الأفراح بلاد الجنة وتسل فيها سخائم النفوس وأمراض القلوب ويربى فيها الإرادات الواهنة على الحزم والتصميم وذلك بالتحرز من الشهوات والانعتاق من الاسترسال في الرغبات والملمات يقول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدعى طعامه وشرابه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب ولذلك لا بد من الإخلاص لله تبارك وتعالى في نية الصيام وأن يبتغي العبد بذلك وجه الله تبارك وتعالى تلك هي الحكمة العظيمة من تذييل آية الصيام بهذه الومضة والإسلوب القرآني البديع في قوله عز وجل لعلكم تتقون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فذيّل الله عز وجل آية الصيام بقوله لعلكم تتقون والله تبارك وتعالى كتب على هذه الأمة الصيام كما كتبها على الأمم من قبلنا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فالله عز وجل خاطب عباده بصفة الإيمان يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا والإيمان هو التصديق الجازم بما جاء عن الله عز وجل وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول ويخاطبك ويقول يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك فإنما هو خير تدعى إليه أو شر تحذر منه فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ يعني فُرِضَ وكُتِبَ بمعنى فُرِضَ عليكم كما فُرِضَ على الأمم السابقة فليس الصيام خاص بهذه الأمة وفيها تسلية للمؤمنين بأن هذه العبادة وإن كان فيها مشقة لترك الطعام وترك الشراب وترك الشهوات فترة من النهار فإن الله عز وجل قد فرض هذا على الأمم من قبلكم يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ هذا الصيام أياماً معدودات يعني لاحظوا إن الله عز وجل يخفف على المؤمنين فشهر رمضان أيام قليلة وأيام معدودة ما أسرع ما تتصرم هذه الأيام ويتأسف المؤمن على فوات هذه الأوقات في أنه لم يتزود فيها بما يجب وما ينبغي عليه من الأعمال الصالحة من تلاوة القرآن ومن الذكر ومن الصلاة ومن الطواف ممن هو في الحرم المكي الشريف ومن الصدقات والأعطيات وصلة الأرحام وأعمال الخير المتنوعة ينبغي للعبد أن يفرح بهذا الشهر الكريم وهو شهر الخير والبركة الشهر الذي تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات وتفتح فيه أبواب الجنة فلا يغلق منها باب وتوصد فيه أبواب الجحيم فلا يفتح منها باب ويقال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء في كل ليلة من شهر رمضان ويعتق الله في آخر الشهر في آخر ليلة مثل ما أعتق من أول الشهر إلى آخره وفضل الله تبارك وتعالى واسع قال الحافظ بن رجب رحمه الله صاحب لطائف المعارف يقول رحمه الله بلوغ شهر رمضان وصيامه بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه ويدل عليه حديث الثلاثة الذين استشهد اثنان منهم ثم مات الثالث على فراشه ثلاثة استشهد اثنان منهم وواحد أخره الله ولم يستشهد فرؤيا الذي أخر رؤيا في المنام سابقا لهما سابقا لهما في الأجر وفي النعيم وفي درجات الجنة وهؤلاء الاثنان قد استشهد قبله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليبين فضل هذا المتأخر الذي أخره الله عز وجل لأن في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم العياذ بالله من طال عمره وساء عمله فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك ويقول عليه الصلاة والسلام أليس بعدهما كذا وكذا صلاة صلى عدة صلوات وأدرك رمضان فصامه أدرك رمضان وأولئك فاتهم رمضان لأنهم استشهدوا في سبيل الله قال عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد ما بين السماء والأرض في الفضل لأنه صلى بعدهما شهورا وأياما وأدى كثيرا من الصلوات وصام رمضان وحج بيت الله الحرام ففضله بينهما درجة كما بين السماء والأرض رواه الإمام أحمد وغيره من رحم في شهر رمضان فهو المرحوم من رحم في هذا الشهر فهو المرحوم ومن حرم فيه فهو المحروم ومن لم يتزود فيه لمعاده فهو بلا شك ملوم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال رغم أنف رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين فقال صلى الله عليه وسلم آمين شهر رمضان شهر فيه فرصة للمسلم أن يراجع نفسه وأن يكثر فيه من الاستغفار والتوبة والصلاة ويحرص على أن لا يجرح صيامه غيبة ولا نميمة ولا سهر محرم ولا جلوس عند الملاهي عند من يضيع عليه أجوره عند من يضيع عليه أوقات هذا الشهر الكريم على المسلم أن يغتنم هذا الشهر نهاره بالصيام وتلاوة القرآن والذكر والعبادة والاستغفار وصلة الأرحام والصدقات ويقيم ليله مع المسلمين يصلي التراويح ويصلي القيام وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من تخفيف الله ومن رحمته بعباده أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف من صلاته كتب له قيام ليلة كاملة ولو صلى الإمام عشر ركعات احدى عشر ركع سبع ركعات تسع ركعات وصليت معه حتى ينصرف الإمام من صلاته ويسلم من صلاته كتب الله لك قيام ليلة كاملة هذا فضل الله تبارك وتعالى على عباده ولذلك قال بعض السلف كان السلف رحمهم الله يتمنون بلوغ هذا الشهر الكريم قال معل بن الفضل رحمه الله قال كان السلف يدعون الله عز وجل ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل الله عز وجل منهم رمضان فنحن نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبلغنا هذا الشهر الكريم وأن يرزقنا فيه الصلاة والصيام والقيام وأن يجعلنا فيه من المعتقين من النار قال يحيى بن كثير رحمه الله كان من دعاء السلف اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا في رمضان يفتح الحبور للصائم بابه يفتح الحبور للصائم بابه ويفوز يوم يؤتى اليمين باليمين كتابه وإذا لقي ربه تبارك وتعالى وفاه حسابه فقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه وما دعا ربه إلا أجابه ولم يوصد دونه بابه لأن للصائم عند فطره دعوة لا ترد هذا من فضل الله عز وجل على الصائمين أنهم عند فطرهم يتوجهون بالدعاء إلى الله عز وجل يدعونه بخير الدنيا والآخرة ذهب الضمأ وابتلت العروق وذهب الأجر وذهب الضمأ والعطش وثبت الأجر إن شاء الله عز وجل ابتلت العروق وذهب الضمأ وثبت الأجر إن شاء الله عز وجل هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند فطره ويدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة في أول ليلة من شهر رمضان تصفد الشياطين مردت الشياطين فلا يستطيعون أن يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير شهر رمضان إذن شهر رمضان هو أفضل الشهور على الإطلاق ولذلك اختصه الله عز وجل بأن أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفيه الفتوحات العظيمة فيه غزوة بدر غزوة بدر الكبرى التي هي تسمى يوم الفرقان يوم نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته وأعز الله فيه الإسلام وأذل فيه الكفر والشركة وأهله فيه فتح مكة على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصره عليه الصلاة والسلام وهو الذي يقول الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ويقول عليه الصلاة والسلام جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا كان فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة فتح النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فشهر رمضان هو شهر العمل وشهر الدعاء وشهر الخير وشهر النصر للمسلمين ولذلك كانت غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرى في شهر رمضان عليه الصلاة والسلام كان فتح مكة وتطهيرها من الشرك والأوثان وعبدة الأصنام كان فتحها في شهر رمضان المبارك يقول عليه الصلاة والسلام إذا كان في أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين فلا يستطيعون أن يصلوا إلى ما يصلوا إليه في غير شهر رمضان قال عليه الصلاة والسلام أتاكم شهر رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب السماء وفي بعض الروايات تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين وقال صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة قال ابن رجعب كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر وهذا الحديث قد قواه كثير من العلماء وبيّنوا ومنهم الإمام الألباني رحمه الله وأن هذا الحديث حديث صحيح لغيره بل حسن بعض العلماء طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر الكريم هذا الشهر قال فيه الحافظ ابن رجب كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران كيف لا يبشر العاقل بوقت تغل فيه الشياطين وتصفد من أين يشبه هذا الزمان زمان آخر قال الإمام ابن العربي المالكي المغربي قال رحمه الله إنما تفتح أبواب الجنة ليعظم الرجاء ويكثر العمل وتتعلق به الهمم فيعزم المسلم ويكثر من الصالحات لأن ما دم أبواب الجنة مفتوحة فاستغنم هذه الفرصة أن تكون من الداخلين إلى هذه الجنة التي عرضها كعرض السماوات والأرض كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان وإنما تفتح ليعظم الرجاء ويكثر العمل وتتعلق به الهمم ويتشوق إليه الصابر وتغلق أبواب النار لتخزى الشياطين وتقل المعاصي ويصد بالحسنات في وجوه السيئات من فضائل هذا الشهر الكريم أن الله تبارك وتعالى اختصه بإنزال القرآن الكريم فيه قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وسيأتينا أن كثيرا من السلف كالإمام الزهري محمد بن شهاب الزهري الإمام الكبير الذي وجهه الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا جاء رمضان إنما هو شهر القرآن يتركون التحديث ويتركون كتب العلم وينكبون على المصاحف تلاوة وتدبرا وقراءة فبعضهم يختم القرآن في ليلة وبعضهم في ليلتين وبعضهم في ثلاث ليالي وقد وجدنا من يختم القرآن في عشر ساعات في هذا الزمن فهو ليس ببعيد فالمسلم يجعل القرآن في تلاوتي على نوعين تلاوة يتلو فيها القرآن والنوع الثاني تلاوة تدبر وتمع لأن القرآن نزل للتدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها القرآن نزل للعمل وللتدبر وللهداية فيقرأ ويضع وقتا للتلاوة ووقتا للتدبر فلا يمنع أن يكرر الآية وأن يكرر السورة وأن يتدبرها وأن يعيد الصفحة من القرآن المرة والمرتين والثلاث لأن هذا هو خطاب الله عز وجل لعباده الله يخاطبك القرآن كلامه وكلامه صفة من صفاته فالله عز وجل أنزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وتكلم الله عز وجل بالوعي فهو كلامه وهو صفته وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ويقول خباب يا هنه تقرب إلى الله ما استطعت تقرب بشتى الحسنات فإنك لن تتقرب إلى الله بأفضل مما خرج منه وهو القرآن والحسنة بعشر أمثالها كل حرف بعشر حسنات لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ففي ألف لام ميم فيها ثلاثون حسنة بل ويضاعف الله لمن يشاء إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة من فضائل هذا القرآن هذا الشهر أنه شهر القرآن قال الحافظ بن كثير رحمه الله على هذه الآية صاحب التفسير يمدح الله تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بين سائر الشهور لإنزال القرآن العظيم من فضائله أن الله اختصه بفريضة الصيام الذي هي من أفضل الأعمال فريضة الصيام من أفضل الأعمال المقربة إلى الله عز وجل وأجلها وهو سبب لمغفرة الذنوب والآثام ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا إيمانا بما عند الله عز وجل من الأجر وتصديقا لما جاء من الخبر من صام رمضان إيمانا واحتسابا للأجر عند الله غفر له ما تقدم من ذنبه الله أكبر إذا صمت هذا الشهر غفر الله عز وجل لك ذنوبك كلها ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبه هذه الفضائل كلها في شهر رمضان وجاءت بها الأحاديث الصحيحة الثابتة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم قال الحافظ المناوي فيه فضل رمضان وصيامه وأنه تنال به المغفرة وأن الإيمان بالله عز وجل والاحتساب والتصديق هي الطواعية للشرط نيل الثواب فينبغي الإتيان بهذه النية الصالحة الخالصة يعني لا يكون صيامك عادة تسوف الناس يصومون فتصوم لا يكون صيامك خالص لله عز وجل تبيت النية من الليل ولذلك قال العلماء إن يعني بعضهم يقول يكفي نية واحدة من أول الشهر يعني أنك تنوي شهر رمضان صيامه كل الشهر فتكفي هذه النية ومنهم من يقول أن تبيت النية كل ليلة لصيام هذا اليوم والعبد إذا قام لسحوره ليتسحر هذه هي النية الصيام أنت تتسحر لتصوم ذلك اليوم فيكون العبد ينوي الإخلاص لله عز وجل والبعد من الرياء وأن يعرف فضل هذا الصيام وأن الله عز وجل يرفع به الدرجات ويكفر به السيئات من فضائل هذا الشهر وخيراته العظام كما ذكرنا هو أن فيه ليلة خير من ألف شهر يقول عليه الصلاة والسلام جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامة فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم من فضائل شهر رمضان أن العمرة في رمضان تعدل أجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه فضيلة عظيمة يعني من اعتمر في رمضان فكأنما حج مع المصطفى صلى الله عليه وسلم فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عباس هو حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار ما منعك أن تحجي معي ما الذي يمنعك أن تحجي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله كان لنا ناضح نركبه يعني ناقه نركبها فركبها أبو فلان يعني زوجها وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه يعني نعمل عليه لنأكل ونشرب قال عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة من الأنصار الصحابية رضي الله عنها قال فإذا كان رمضان فاعتمري فيه فإن عمرة في رمضان تعدل حجة رواه الإمام البخاري في صحيحه باب عمرة في رمضان ورواه الإمام مسلم في كتاب الحج في باب فضل العمرة في رمضان فالحديث في الصحيحين عمرة في رمضان تعدل حجة الله أكبر هذا أجر عظيم وثواب جزيل اختص الله عز وجل به هذه الأمة في هذا الشهر الكريم من فضائل هذا الشهر أن فيه استجابة الدعاء والعتك من النار ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عتقاء في كل يوم وليلة ولكل عبد منهم من الصائمين دعوة مستجابة أخي الصائم هذه الفضائل حري بمن منى الله عز وجل عليه بصيام شهر الفرقان والهدى أن يجعلوا لجوارحهم زماما من العقل والنهى ورقيبا من الورع والتقى حفظا للصيام عن النقص فأي غناء في أن يدع بعض المسلمين طعامه وشرابه ثم يركب الصعب والذلول للأيام وللآثام والموبقات والمعاصي والمنكرات يعني يصوم عما أباح الله له ويفطر عما حرم الله عليه فيسمع الأغاني ويرى المناظر القبيحة ويتطلع إلى النساء العاريات المتبرجات على المسلم أن يصون صيامه عما يجرحه كان بعض السلف يجلسون في المساجد يقولون نحفظ صيامنا من الغيبة والنميمة ومن المعاصي والآثام حتى لا نجرح صيامنا هكذا كان السلف رحمهم الله فينبغي للمسلم أن يجتهد في أن يحافظ على صيامه وأن لا يجرحه بشيء من المعاصي والآثام ومن الغيبة والنميمة يعني بعض المسلمين يتساهل في الكلام في أعراض الناس في الغيبة وفي نقل الكلام ويظن أن هذا لا يجرح صيامه هذا من أعظم جوارح الصيام أن العبد يصوم عما أحل الله له من الطعام والشراب ويفطر بما حرم الله عليه من الغيبة والنميمة والكذب والمناظر الخليعة وغيرها والسباب ولذلك العبد إذا سابه الصائم إذا سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم لا ترد عليه بشتيمة ولا ترد عليه بسباب إنما تحفظ صيامك فتقول له إني امرأ صائم إني صائم حتى إن الذي يسب يستحي ويعرف أن هذا الصيام له حرمته فأنت تحفظ صيامك وتنصح هذا الذي يسب بأن الصائم لا ينبغي له أن يغتاب أو أن يسب أو أن يكذب أو أن يفعل المعاصي بل يحافظ على صيامه على صيامه لينال بذلك الأجر العظيم لا يرده هذا الذي يرتكب المعاصي والموبقات والمنكرات لا ينزع ولا يرده من الدين وازع ولا ينزع به من حرمة الشهر نازع تحذيراً للوالغين في هذه الأمور الآسنة تنبيهاً يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب والعياذ بالله يعني لا يحسن صلاته ولا يحسن صيامه فيكون ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش وليس له من قيامه إلا السهر والتعب فهو أثناء الصلاة إنما يفكر أو يسهو أو لا يحسن صلاته أو لا يستمع لما يقوله الإمام أو لا يحسن ركوعه ولا سجوده ولا يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار وبثياب حسنة ولا يؤذي إخوانه المصلين ولا يزاحمهم ينبغي للمسلم أن يتأدب بآداب الإسلام وأن يلتزم بآداب الصيام وآداب الصلاة فلا يؤذي إخوانه ولا يجرح صيامه ولا يفسد صلاته فمن أعظم مقاصد الصيام العظام تهذيب النفوس وترقيتها وزمها عن أدرانها وتزكيتها فمن مقاصد الصيام العظمى هي تحقيق التقوى كما قال عز وجل لعلكم تتقون من فضائل الصيام العظيمة والارتباط الوثيق بين رمضان والقرآن الكريم أن الله عز وجل جعل القرآن والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان حيث ظهر نور القرآن في ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء اقرأ باسم ربك الذي خلق في ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك هو خير من ألف شار في هذه الليلة السنية اتصل نور السماء بالأرض وأنزل القرآن الذي هو المعجزة الخالدة على قلب محمد صلى الله عليه وسلم لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم وهذا فضل هذه الأمة فينبغي على أمة الإسلام أمة القرآن أن يتواردوا على كتاب الله عز وجل شباباً وشيباً رجالاً ونساءاً علماء وعامة تلاوة وتدبراً وتعلماً وتفقهاً عملاً وتخلقاً ملتمسين فيه الشفاء لأمراضهم بعض المسلمين عندهم أمراض وعندهم آلام وعندهم كروب وعندهم أحزان فهذا شهر تفريج الكروبات فهذا شهر علاج هذه العزمات على العبد أن يستشفي بالصيام وأن يستشفي بالقرآن ينبغي على الأمة أن تقرأ كتاب ربها ملتمسين فيه الشفاء لأدوائهم والكبح لأهوائهم واقفين على مواطن الهداية التي اهتدى بها وسعد بها أسلافهم يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يصف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس عليه الصلاة والسلام هو أكرم الناس لا أحد أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل كان جبريل دارسه القرآن كان جبريل عليه السلام رئيس الملائكة الموكل بالوحي والجنود والرياح كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن قال فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة كان عليه الصلاة والسلام يسعى في الخير وينفق نفقة من لا يخشى الفقر كأنه الريح المرسلة في إطعام الفقراء والمساكين والأرامل والمحتاجين ونحن والحمد لله في هذا البلد المعطاء في هذا البلد الكريم فيه الجمعيات الخيرية فيه أهل الكرم والجود فيه المحتاجون والضعفاء فيه طلبة العلم فيه الأرامل والمحتاجين فعلى المسلم الذي رزقه الله وكان من الموسرين أن يبذل في هذا الشهر الكريم فلعله لا يدرك رمضاناً آخر فكم من من صام معنا في السنوات الماضية وهو اليوم تحت التراب مرهون بعمله في قبره يتمنى يوماً من شهر رمضان يتمنى ركعة يركع بها يتقرب بها إلى الله يتمنى ديناراً ريالاً أن ينفقه في سبيل الله ولكن حال بينهم الموت وبينما يشتهون ولذلك نحن في زمن المهلة علينا أن نستغنم هذه الأيام ويقول عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة اتقوا النار ولو بشق تمرة إن الله يقبل الصدقة ويربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى هذه التمرة شق التمرة تلقاها يوم القيامة مثل الجبل العظيم من الأجر سقيت ماءاً سقيت لبناً أطعمت المحتاجين تفقت تجيرانك تفقت الفقراء والمساكين تفقت المساكن الخيرية قبل رمضان وفي أثناء رمضان فهذا فضل عظيم من فطر صائماً كان له كان له مثل أجره لا ينقص من أجورهم شيئاً فلله الحمد والمن هذا من فضل الله عز وجل علينا فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا وهو سيدنا وهو إمامنا عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما آتاكم الرسول فخذوه فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة أيها الإخوة انظروا عظمة هذا القرآن كل ليلة ينزل جبريل من السماء يدارس المصطفى صلى الله عليه وسلم القرآن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وجبريل يستمع وفي العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل جبريل ودارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين قال صلى الله عليه وسلم ما أظن إلا أن أجلي قد حضر لأن جبريل كان ينزل مرة في كل ليلة في رمضان ينزل ليلة مرتين مرتين يدارس النبي صلى الله عليه وسلم لتثبيت هذا القرآن في فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا القرآن هو الذكر المحفوظ الذي تكفل الله بحفظه للأمة وهو دستور الأمة دستورنا القرآن الكريم الذي أمرنا بأن نتحاكم إليه وأن نرجع إليه في كل صغيرة وكبيرة أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في كل ليلة من رمضان بل كان بعض الصحابة كزيد بن ثابت الذي كلفه أبو بكر وعمر بتدوين القرآن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان حضر العرضة الأخيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع جبريل السلف الصالح رحمهم الله ضربوا أروع النماذج في العناية بالقرآن فشهر رمضان هو شهر القرآن وختمه كثير منهم يقول الإمام الزهري إذا دخل رمضان إنما هو شهر تلاوة القرآن وإطعام الطعام إذا دخل رمضان إنما هو شهر تلاوة القرآن وإطعام الطعام هذا كلام الإمام محمد بن شهاب الزهري شيخ البخاري وشيخ مسلم وشيخ العلماء وهو الذي كلفه كما ذكرت الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بتدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل رمضان فإنما هو شهر تلاوة القرآن وإطعام الطعام ولما دخل رمضان ترك الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام العظيم الإمام مالك بن أنس الأصبحي الذي توفي سنة 179 للهجرة لما دخل رمضان ترك رحمه الله مجالس الحديث والفقه هو صاحب الموطأ الكتاب العظيم الذي بقي إلى اليوم وفيه أكثر أحاديث الصحيحين وهو من أعظم كتب الحديث لما دخل رمضان على الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة يعني المدينة النبوية ترك مجالس الحديث والفقه وأقبل على القرآن تلاوة وتدبرا وحفظا أيها الإخوة المسلمون ألا ما أحوجنا للسير على منهج السلف الصالح ليتحقق لنا صلاح أحوالنا وصلاح مآلنا فطوبى لقوم يلقون قلوبهم للقرآن والتدبر بالتدبر والسمع فتفيض أعينهم من الوجل بالدمع أزلفهم الله إليه وأرضاهم وأكرم قلوبهم بالقرآن وأحظاهم هذه هي فضائل القرآن العظيم التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها وأن تكون ديدنه اشتهر هذا القرآن هذا الشهر بهذه الفضائل العظيمة روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا خمس خصال في شهر رمضان يعني أعطيت أمتي هذه الأمة المحمدية أعطيت خمس خصال في شهر رمضان وهذا الحديث صححه بعض العلماء بل قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في مجالس رمضان في بعض الصحيح شواهد منه فهذا الحديث في ألفاظه مما ورد في الصحيحين في البخاري ومسلم قال أعطيت أمتي خمس خصال في شهر رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها يعني اختص الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الخمس العظيمة أولها خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الصائم له ريحة كريهة لترك الطعام من الصباح إلى المساء لكن هذه الرائحة بما أنها نشأت عن طاعة لله عز وجل فهي أحب عند الله من ريح المسك لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم الملائكة حين يفطروا الملائكة يستغفرون لك حين تفطر ويزين الله في كل يوم جنته جنة عدن ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة يعني مؤونة الصيام والأذى ويصير إليك إلى الجنة وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره ويغفر للصائمين في آخر ليلة من شهر رمضان قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر يعني هذه الليلة التي يغفر الله عز وجل فيها للصائمين قالوا يا رسول الله أهي ليلة القدر قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله هذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه البزار في كشف الأستار ورواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان ورواه ابن حبانة في الثواب كما في الترغيب والترهيب ورواه أبو الشيخ في كتاب الثواب أيضا وضاعف بعضهم إسناده ولكن الشيخ محمد بن عثيمين قال لكن لبعضه شواهد صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما فهذا الشيخ خلوف فم الصائم فيه أطيب عند الله من ريح المسكي وخلوف وخلوف تأتي بالفتح وبالضم وهي تغير رائحة فم الصائم أيضا ألا ترون أن الشهيد الذي قتل في سبيل الله كلمه يوم القيامة لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا يوم القيامة عندما يبعث الشهيد يثعب جرحه دما يسيل جرحه دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ريح المسك هذا هو الشهيد فلذلك لما كان هذا العمل ناشئ عن طاعة الله عز وجل ولا الإنسان لو صار الدم على ثوبه لغسله ولكنه لما كان ناشئ عن طاعة لله وهي الشهادة في سبيل الله كان اللون لون الدم والريح ريح المسك وكذلك الحجاج والعمار الحجاج الذين على رؤوسهم الشعث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يباه إن الله يباهي بملائكته بأهل الموقف موقف الحجاج يوم عرفه يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا رواه الإمام أحمد وابن حبان وإنما أتوه شعثا غبرا نتيجة لطاعة الله عز وجل فهو أمر محبوب لله تبارك وتعالى فيقول الله اشهدكم أني قد غفرت لهم هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا قالوا ماذا يريدون قالوا يسألونك الجنة ويستعيدون بك من النار قال اشهدكم أني قد غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما سألوا أيضا الخصلة الثانية أن الملائكة تستغفر للصائمين حتى يفطروا والملائكة مجابوا الدعاء الخصلة الثالثة أن الله تعالى يزين للصائمين جنته كل يوم ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة ويصيروا إليك فيزين الله جنته وقد مر معنا حديث الصحيحين أنها تفتح فيه أبواب الجنة الخصلة الرابعة أن مردة الشياطين يصفدون بالسلاسل والأغلال فلا يصلون إلى ما يريدون من عباد الله الصالحين من الإضلال عن الحق ومن الوسوسة والتثبيط عن الخير قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله هذا من معونة الله لهم أن الله حبس عنهم عدوهم من الشياطين الذين يدعونهم إلى عمل السيئات ليكونوا من أصحاب السعير ولذلك تجد عند الصائمين من الرغبة في الخير والعزوف عن الشر في هذا الشهر أكثر من غيره الخصلة الخامسة في هذا الشهر الكريم أن الله تعالى يغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة من هذا الشهر إذا قاموا بما ينبغي عليهم من صيام هذا الشهر الكريم والقيام بلياليه وقد تفضل الله سبحانه وتعالى عليهم بالأجل العظيم من ثلاثة وجوه أن الله أولا شرع لهم الأعمال الصالحة التي فيها سبب لمغفرة ذنوبهم ورفع درجاتهم ولذلك فإن الله أنكر على من يشرعون شرائع لم يشرعها الله عز وجل أو تعبدوا لله بغير ما شرعه الوجه الثاني أن الله عز وجل وفق عباده الصائمين للعمل الصالح وللصيام وقد تركه كثير منهم ففضل الله ومنته على عباده المؤمنين وعلى عباده الصائمين أن الله امتن عليهم بهذا العمل الصالح الوجه الثالث أن الله تفضل بالأجل الكثير والحسنات الكثيرة الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فالفضل من الله بالعمل والثواب عليه إخواني بلوغ هذا الشهر نعمة عظيمة على من بلغه الله وقام بحقه وذلك بالرجوع إلى الله عز وجل والتوبة من معاصيه ومن الغفلة إلى ذكر الله وطاعته ومن البعد عن الله إلى القرب إليه كما قال بعضهم يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعباني لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصياني واتلوا القرآن يعني اقرأ القرآن واتله واتلوا القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن كم كنت تعرف ممن صام من سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الدان نسأل الله عز وجل أن يغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وأن يوقظنا الله عز وجل من رقدات الغفلة وأن يرزقنا التزود في هذا الشهر من الحسنات ومن الأعمال الصالحات سيام رمضان أيضا من فضائله أنه ثوابه لا يتقيد بعدد معين ثواب رمضان لا يتقيد بعدد معين بل يُعطى الصائم أجره بغير حساب كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى وإذا سمعنا الحديث يقول قال الله تعالى يعني هذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه تبارك وتعالى يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة يعني حجاب بينك وبين المعاصي فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث والرفث هو الكلام الفاحش الكلام البذي يطلق على المعاصي ويطلق على الجماع كل هذا يسمى رفث فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم إني صائم والذي نفس محمد بيده يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ليحثها على الفضل قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرح إذا أفطر بفطره وإذا لقي ربه بصومه وفي رواية لمسلم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدعو شهوته وطعامه من أجلي فالله عز وجل اختص الصيام من بين سائر الأعمال وذلك لشرفه عنده ومحبته للصيام وظهور الإخلاص لله عز وجل ولأن الصيام ثر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله فإن الصائم يكون في الموضع الخالي من الناس البعيد عن الأعين متمكنا من أن يتناول شيئا مما حرمه الله عليه بالصيام فلا يتناوله خوفا من الله ومراقبة لله لأنه يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلواته وجلواته وقد حرم عليه ذلك فيتركه خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه وبعض العلماء يقول إذا كان ومنهم سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة الإمام صاحب الحديث وهو من أئمة المسلمين ومن أئمة الحديث يقول رحمه الله إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عباده فيؤدي العبد كل ما عليه من المظالم من سائر أعماله حتى إذا لم يبق إلا الصوم فإن الله يتحمل عنه تلك المظالم ويدخله الجنة بالصوم الثاني أن الله تعالى قال وأنا أجزي به فأضاف الجزاء إلى نفسه الكريمة فالصيام كما قال الله عز وجل من الأعمال الصالحة يضاعف أجر الصالحات بالعدد الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإن الله تعالى أضافه إلى نفسه ولم يعتبر فيه عدداً معيناً فمهما قدرت من عدد فالله عز وجل أعظم أجراً للصائم لأنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين والعطية بقدر معطيها فيكون أجر الصائم أجراً عظيماً قدره بلا حساب الصيام هو شهر الصبر وقد جمع الصيام أنواع الصبر الثلاثة صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة والله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصوم جنة وهو وقاية وسطر بين العبد وبين اللغو والرفث قد قال عليه الصلاة والسلام إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب وروى الإمام أحمد بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة يستجن بها العبد من النار فالصائم عليه أن يحرص على تطهير صيامه والصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وهو صحيح على شرط مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام يا ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان إخواني اللهم احفظ صيامنا واجعله شافعا لنا واغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه الصيام والقيام واجعلنا فيه ووالدين وإخواننا المسلمين من المعتقين من النار اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق عمتنا وولاة أمورنا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائرا بلاد المسلمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة